هذا واستقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سعادة السيد فاكيف عرييف سفير جمهورية روسيا الاتحادية المعتمد لدى مملكة البحرين وخلال اللقاء استعرض سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مع سعادة السفير الروسي علاقات التعاون والصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية مشيدا سمو بعمق العلاقات القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين والتي تشهد على الدوام تطورا وتقدما في مختلف المشارات وأثنى سمو على نتائج الزيارة التي قام بها جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة إلى جمهورية روسيا الاتحادية والتقائه بفخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي أثمرت عن تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين من جانبه أعرب ساعة سيد فاكيف عرييف عن شكره وتقديره لمملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا مثنيا على العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الصديقين في شتى المجالات والتي تعززت من خلال لقاء المشترك بين جلالة الملك المفدة وفخامة الرئيس الروسية وفي حاول كذلك يستطع لديه وطقي midst